استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية استقبل السيد محمد قاسم رئيس الاتحاد الأسيوي للصحافة الرياضية نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بمناسبة فوزه في انتخابات الاتحاد التي أجريت في المملكة الأسبوع الماضي هذا وقد هنأ سموه السيد محمد قاسم بهذا المنصب العالمي الأسيوي متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته المقبلة والسمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من قبل السيد محمد قاسم عن خطط وبرامج الاتحاد الأسيوي للصحافة الرياضية في الفترة المقبلة وعبر محمد قاسم عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على استقبله والاستماع إلى برامج وخطط الاتحاد الأسيوي مشيدا بدعم سموه إلى الاتحاد من مختلف المواقع شكرا